السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عب لطيف سعيد من مدونة كريزينت في شرح تاني معانا بإذن الله في شرح جديد والشرح ده كان قديم لكن القناة الأديمة بتاعتنا على اليوتيوب تقفلت فبنعيد تسجيل وش رفع كل الفيديوهات اللي احنا شرحناها قبل كده اتكاد كرسات الويندوز او الفوتوشوب او حاجات تانية كتير بنعيد تسجيلها ورفعها مرة تانية فأتمنى حضرتكم انتو متنسوش اشتركوا على القناة كريزينت القناة الجديدة بتاعتنا او اشتركوا على قناتنا الجديدة بجانب ما تنساش الاشتراك على الفيسبوك بس اهم شيء الاشتراك على قناتنا الجديدة على اليوتيوب النهاردة يكون موضوعنا عن طريق تحويل الويندوز من اللغة مثلا الانجليزية للغة العربية او تعريب الويندوز من اللغة الانجليزية للغة العربية او من اللغة الفرنسية للغة العربية او اي لغة ايا كانت ايبقى الويندوز المستخدم مدام حملت ويندوز باللغة الانجليزية محتاج انها تحمل ويندوز تاني حوالي 2 او 4 جيجا ويندوز باللغة العربية يعني على اساس ان تبقى دي مشكلة طبعا ان في ناس كتيرة بتصدق الكلام ده وبتحمل هي ويندوز باللغة الانجليزية او العربية فاول حاجة هنا هنختار اللي هو الفايل ده اللي تحت ساعة ما دوس عليها تروح جاي هنا اهو نختار كلمة الكمبيوتر بعد كلمة الكمبيوتر تظهر لك صفحة اللي هي بشكل ده هدوس open control panel بعد كده هتيجي على كلمة clock language and range هدوس عليه بعد كده هتختار كلمة language او اللغة بعد كده هنختار اللغة اللي احنا عايزينها طيب لنفترض هنا مثلا كمثال مفيش غير اللغة الانجليزية وهنا طبعا بتبقى لغة الكيبورد نفسه يعني اللغة بتاعت الكيبورد نفسها فانا طبعا عشان بتعامل بالثلاث لغات اللي هو البرتغالية البرازيلية والعربية والانجليزية فانا هنفترض يعني ان انا ما عنديش لغة العربية فهدوس add language تمام بعد كده اختار العربية من هنا اهو وبعد كده اختار العربية الخاصة بي حتى كمان فيه العربية لكل دول العربية يعني اللغة العربية باللهجة نفسها انا اخترت العربية مصر تمام بعد كده طبعا بعد محملت لغة العربية راح جاي على كلمة options او الاعدادات يعني بعد كده هنروح جايين هنا اهو هتلاقي هنا ظاهرة عندك بيقولك اللي هو download and entrance language pack تمام اللي هو اللغة العربية ايجبت هنروح هنا دايسين كلمة download وهتظهر لنا الصفحة دي هيقول لنا مثلا yes يعني هتظهر لك صفحة تروح كاتب yes وهتظهر عندك بالشكل ده وتظهر صفحة عندك بالشكل ده هتستنى لحد لما تحمل طبعا احا يعني على حسب حجم اللغة اللي انت بتحملها الله اعلم ايه بس يعني هتستنى لحد لما تحمل و هنرجع لكم مرة ثانية و طبعا هنا بعد الانتهاء من التحميل هبقى اللي هو الجزء الخاص بالتسطيب هنا بيعمل advertising او تسطيب فهنستنى لحد لما يخلص و هنرجع لكم مرة ثانية و طبعا بعد الانتهاء من التحميل والتسطيب هتنظر عندنا بالشكل ده هندوس cancel بعد كده هنتوجه بورده للكنترول بالمرة ثانية اللي هو الخاص باللغة او language هتبقى بورده لأس الخطوات دي هنعمل options تمام بعد كده هنا هندوس على كلمة until يعني لا معلش تانية واحدة اه ميك ديتس او primary language يعني هنخلي ده اللغة الاساسية للجهاز هندوس هنا اهو تمام بعد كده هطلب مننا لان احنا نعمل restart و نرجع مرة ثانية هنقول له restart او look of now وهننتظر لحد ما يعمل restart و نرجع مرة ثانية بعد ما عمل shut down او start الجهاز هنلاحز عندنا انه قلب عربية هو تمام بيو انكتم مثلا هنا اه الباسورد و ننتظر لحد ما يدخل و بعد ما دخل هنلاحز عندنا طبعا هنا لوندوز قلب بلغة العربية هنلاحزت اختلاف للstart الاول او قائمة start الاول كانت موجودة هنا علمين اه كانت موجودة على الشمال دلوقتي بقى تعلمين هنلاحزت اختلاف برشكل او خزين او قائم احزفات لو قائمة start الاول لارمين لان قائمة ابدأ و طبعا لو انت دخلت على control panel الان ان هنخش مسلا من الكمبيوتر بعد كده لغا فتح لوحة التحكم هيكون عندنا بالشكل ده طبعا كل قلب عربي مرتانية لو انت حبيت ترجع للغة الإنجليزية مرة أخرى هتدوس هنا الساعة والمنطقة والكلام دعا بعد كده هتختار اللغة وطبعا هتروح نختار الإنجليزية وخيارات أو اللغة اللي انت عايزها وبعد كده تعيين هذه اللغة كلغة أساسية طبعا انت مش محتاج تحمل اللغة الإنجليزية لأنك هي محملة مسبق مع الويندوز ده كان شرحال النهاردة ربي كل موضوع عجبكم انتظران بإذن الله في موضوع جديد مع ملطيف سعيد من مدونة crazy internet لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك بجانا ما تنسوش تشتركوا في القناة وده مهم جدا نعملوا لايك للفيديو بجانا ما تنسوش تشتركوا في القناة عملوا subscribe أو اشترك وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته